ها ورزقناه من الطيبات وحملناه في البر والبحر ورزقناه من طيبات وفضلناه على كثير من خلقنا دبديلة بستره يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا هدوم يواري سوقاتكم يغطي العورة وريشا فوق الملابس الداخلية ريش زي ما أنا كده لابس ريش عبيض أو ده ريش أو الرياش يعني فالرياش ما فوق ستر العورة وريشا وفي لباس اكتر من كده ايه اللي اكتر من كده ها ولباسه التقوى يا لباسه التقوى يعني انت بتتحصن بتقوى الله بتتحصن بخوف ربنا فربنا مش هيكشفك ولا يكشف عورتك ابدا انت راجل حقيقي وانت امرأة حقيقي عفيفة لكن انا نفسي اوري الناس صورتي واطلع على الميديا وكل واحدة تفشأ عشان توري عورتها وبعدين يحصل جواز على الميديا يعني فيه ايه فيه فيه عرض عورات ايه النصيبة اللي احنا فيها دي ايه النصيبة اللي احنا فيها دي فاللي انا عايز اقوله انه في اداب النوم لا يجوز ان تنام عريب ولا يجوز ان تنام على بطنك ولا يجوز ان تنام بعد سن العاشرة 12 13 سنة جنب اختك ولا جنب امك ولا مانفعش ولا حتى خوك ليه بقى مفروض سرير للزوج وسرير للزوجة وسرير للولد سرير للبنت وسرير للضيف مين بقى عنده السلاير دي احنا اشترينا قوضة نوم بسرير واحد لا الصحيح انها تبقى بسريرين ولما كل مولود يتولد بنجيب له سرير عندنا تلات ولاد تلات سنائل خمس ولاد خمس سنائل طب انا ما عنديش غير قوضة واحدة يبقى اعمل السرير بدوار يعني ده دور الود وده دور البيت وكده يعني وما حدش يرى عورة الاب يبقى مهم جدا جدا في العورات قال لا ترى لا يجوز ان تنام على الريان لا يجوز ان تنام على بطنك لا يجوز ان تنام لا تحت مروحة ولا تحت كيف اسطر نفسك لان في حديث قبل النبع السلام قال قبل ان تنام اوكوا الثقاء واغلقوا الباب واطفقوا النار وايه كمان وخمروا الانيع فان الشياطين لا تشعلوا نارا ولا تفتحوا بابا ولا تفقوا وكاءا وان الفويسيقة تترموا على ناسي بيوتا كلام جامل ايه الكلام ده يعني قبل ما تنام حضرتك تعمل استعدادات اول حاجة اغلقوا الباب والشباك لازم تتأكد تلف لفة كده تقف هل ممكن انسان ينسى الباب مفتوح ممكن انسان ينسى الباب مفتوح او الله العظيم بتحصل في احسن العائلات عايد يدخل وينسى في الباب ها عايد بقى مصطول كده جاي شاري ولا جاي متنايل بنيل ساب الباب مفتوح مفروض حد ييوم يلف وراه طب سبنا الباب مفتوح ايه اللي يحصل ها قطط بقى وكلاب وعرس وتعبين خد عندك بقى كل مخلوقات اللي تخش عندك يبقى اغلقوا الباب والشباك واويكو الثقاء يعني او فيله المحبس المية خلاص تتأكد ان ما بيش حنفية بتنقط لو في انسان عنده سيفون او عنده كومبينيشن بتاع حمام بنقط او حنفية بتنقط ونام يعني كده طول الليل بياخد سيئات اوعى تسيب حنفية بتنقط ولا سيفون بايز او حتروح النار لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر لو مش قادر تصلح ومعدكش روز تجيب سباك تقول للراجل اللي فوق او الراجل اللي تحت او الساكن اللي مين اسمان لو سمحت انا مش قادر يصلح شوف لحد يصلح لكن ما تبقاش عينة دي وسايب الحنفية بتنقط والدنيا غرقت والبنيو بايز والدنيا مشربة والسطح بتاع الجيران اللي تحت هيوع وانت عملي فيها تاقي ومؤمن حرام عليك حرام عليك ما تسيبش حنفية بتنقط اويكوا الثقاء واطفقوا النار اطفقوا النار يعني ايه انا مولع البتجاز في ناس كتير تحب تولع البتجاز تسخن لبن تسخن طبيق واتوطي البتجاز عشان تاخد راحيتها وبعد انت نام ايه اللي يحصل حتقوم منهم على الحريق مش كده ولا ايه ويا ما بتحصل في احسن العائلات نسيت البتجاز والعوني في ناس عندها لما الانسان يكون عايش مع الناس في ناس كده ربنا يكرمها بيعدي يشوف النار البتجاز مولع يشوف مثلا فيه شباك مفتوح مروحة شغلت فيها ده لو راجل محترم او ست محترم ما ما ينفعش الولد او البنت ما ينفعش حد ينم تحت مروحة كده هيقوم جسم تكسر يبقى طيب الناس يعني ما عليش هتاخد خمس ده كده والحاجة لا تروح في النوم بعد ما يروح في النوم نعمل ايه ها هنطفل بروحة وهنطفل التكييف ها وهنطفل الشباك والباب وخبالك وناس هتتخنق سيب نفس سيب نفس صغير مش كده ولا ايه اغلقوا الباب وقويكوا الثقاء واطفقوا النار وخمروا الاواني يعني ايه غطوا الاكل ناس كتير ما تعرفش انك يجب تغطي الاكل حتى في التلاجة حرام عليك تسيب طبق اكل مكشوف حرام عليك تسيب طبق اكل مكشوف في ناس بقى تحطى السمك على الجبنة على المش على على المش عارف على الخضار وكله مكشوف وبعدين البخار بيقلب في التلاجة فيجيب كله على بعض ايه رأيكم في الكلام ده ها تغطية الاناق امر اسلامي ما فيش حد بيقولي الكلام ده غير النبي محمد كلام جامد غطوا الاكل في التلاجة حرام عليك وإلا كله يخدش ببعضه وبعدين في ناس من هوات الاحتفاظ بفضلات الاكل شوية طبق صلى طبقين شوية مش عارف لقم التجبنة شوية لقم هو ايه انت بتلم العفش في ناس كده عفشة انت بتلم بقايا البتاع في كل بتاعه وماليه الا ايه ده ايه القرف ده احنا بنخلص الاكل ما فيش غير الحاجات الكبيرة بس انما الناس بقا يعني استغفر الله العظيم في ناس ولها تلاجات ولها نيلة وماليه التلاجات فضلات يبقى لازم تغطي الاكل في التلاجة تغطي اللبن طب انا لو لو انا غليت اللبن وبعد ما غليت اللبن سبته مكشوف ايه اللي يحصل انا غليت اللبن وبعد ما غليته سبته مكشوف ها هترجع للميكروبات تانية والله والله العظيم هترجع للميكروبات تانية والله العظيم هترجع للميكروبات تانية يعني يفعلوا المحابس وإيه كمان وخمروا الأواني غطوا الأكل في التلاجات وإيه كمان وأطفئوا النار فإن الشياطين لا تفتحوا بابا ولا تكشفوا غطاءا ولا تفكوا وكاءا ولا تشعلوا نارا وإن الفواسقة تضرم على الناس بيضاء كلام مهم ده أقول لأ حديث النبي محمد طيب دلوقتي أنا مش عارف هنام أعمل إيه أنا قلت هتوضى وصلي ركعتين مش عارف يعني شوف الصورة دي الراجل ده من قطر الهموم مش عارف ينام طيب مش عارف ينام ليه ما عملش مجود بالنهار كويس أنا لو بشتغل في بعض الصناعي بطلع وشتغل 8-9 صورة الساعة 8 بيلحق السري بالعافية عشان نعم وفي ناس تانية بتقعد ساعتين 3 عس مش عارفت نعم وبعدين يقعد يقول لك أنا هصلي الفجر بقى وأخد سواب الفجر الفجر إيه لا تاهم السواب إنت لو منمتش بليل أنت عاصي لله ولازم نعترف أن السهر بالليل معصية تجد الناس طول الليل سهرانة لغاية اتنين بالليل وتلاتة بالليل والله العظيم قبل الفجر الفجر الساعة 4 والناس سهرانة ومشي وبعدين السباحين ما بيش حد في الشارع ولا صلاة الجمعة ولا بعد خلاص هي الناس ليلية المزاج وهو الشيطان كده الشيطان عاوزنا بدل ما ربنا بيقول واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا النهارة ما عاشر الشيطان يقول لنا لا احنا نلعب بالليل براحتنا وانناب بالنهار وده ما يردوش ربنا فاول المعاصي السهر بالليل فاذا كنت ممن يسهر بالليل فاعلم ان المناعة ضاعد الهرمونات تتعكست وهو ده اللي انا عايزه لك في فوائد النوم انا بنام ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل هرمونات تفرز اثناء النوم بالليل في رطوبة الليل والظلامة زي السيراتينين والملاتينين وحاجات تانية هذي الهرمونات تزيبه الجلطات توسعه الاوعية تكبر الخلايا بتسلك المناخير بتنظف العين الودن الاوعية تزيب الجلطات تزيب الاملاح كل ده وانت ايه وانت نايم بالليل بشرط انك تكون بعيد عن الايه عن المراحة والتكيف وغير طيب ده لو انت ماشي صح طيب وبالنهار من الصبحية الساعة ستة سبعة صبح قمة افراز هرمونات الصباح الساعة تمانية الساعة تمانية عندك ادرينالين وعندك كورتيزون وعندك هرمونات سماء وسيروكزين عندك هرمونات سماء هرمونات النشاط هرمونات النشاط تفرز بالنهار مع الشمس والحركة اذا انت حضرتك نايم بالنهار ولا شمس ولا حركة ضاعت هرمونات النهار وضاعت هرمونات الليل لانك صهران نحن وسأل هرمونات الليلة تأتي إلا مع النوم وإغماض العين والظلام أنا أنا لا نمت ولا غمضت عيني ولا ظلمت الدنيا حاجي لك هرمونات إزاي كده الدورة الهرمونية إيه إنعكستها لما الدورة الهرمونية إنعكس المناعة جهاز المناعة يلقبط يضرب في بعضه يجيب لك بقى روماتويد زئبة حمراء باسكولايتس ها التهاب الأوعية أي ميكروب يعد عليك يضيعك حضرتك عندك التراب هرموني والتراب سلوكي يبقى أول الغيس قطرة أن تعاهد الله أن تنام بالليل وأن تستيخذ بالنهار بذاكر المذاكرة بعد الفجر الصبحية في الشروع اللهم بارك لأمتي في بكورها يا رب بارك في سعيلة بدري بدري في ناس ما بتعرف الشهر غير بالليل دي هتروح النار حد فيها إلا إذا كان ضرورة يعني مثلا طبيب في مستشفى حارس زابط في ناس دي دي طبيعتها أنا علاج لكن أنت سهران تعصي ربنا هتروح في ستين ده حالش ينفعك طيب إيه ما احنا خدنا فوائد النوم فاك الجلطات فوائد النوم ها علاج السرطان فوائد النوم الشفاء من الأمراض عشان الجسم يركز فوائد النوم الناس بتطول هي نايمة يعني العل العل الصغيرة وهي نايمة بتطول وعملوا تجارب يقسوا الإنسان وهو واقف يقسوا الإنسان هو نايم هو نايم أطول لأنه هو واقف يبقى مدكوب طيب أهمية النوم وفائد واحد بيقول لك فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول الصهر لا كلام ده مرديش ربنا فعش والله يا ريت يقصر في الأعمار طول الصهر ولو سهرت أكتر لا ده انت هتروح بدري بدري يا بابا صحيح الآجال والأعمار بيادي الله بس انت استهلكت صحتك بدري طيب آآ بيقول لك كوابيس بقى أنا واحد بيقول لك أنا بخاف لنام كل ليلة بيحصل لي كابوس وحاجات بتجري ورايا وعفريت وتعبين وناس مرعوب ها متى تأتي الكوابيس تأتي الكوابيس لأسباب نمر واحد أن تكون ظالما لغيرك أو لنفسك وقد حق الناس بتعذب في الناس بقى لازم يجي لك كوابيس تهري أهلك ومش هتنام الحاجة الثانية انك انت تكون نام عريان وكل ما الانسان يكشف العورة تيجي الشياطين تعبس بعورات تقعد تلعب في العورة طول الليل فتعمل لك كوابيس خلاص الكوابيس بيتيجي للشباب والبنات اللي ناموا على بطنه والذي يناموا على بطنه شيطان حبيب الشياطين زي حبيب الملايين كده كويس يبقى لازم يجي له كوابيس طب هو انهم على البطن ضرر ضرر صحي يعني ولا 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 مزبوط في جماعة في امريكا عملوا آآ ترنج للنوم وحطوا في كورتين بينج بونج من قدام طب ليه يا دكتور عشان لما يجي نام على بطنه وبطنه توجع ويرجع تاني نام على جنبه اليمين او الشمال او ده طب ليه لانه لو نام على بطنه كتم النفس وكتم الهاء وكتم الهضم طب الشيطان بيقوله ده نوم مريح جدا وجميل جدا لا والله فهمت خطأ صحي وخطأ شرعي طيب كوابيس النوم بقى طب لما يجي لي كابوس وقوم مفزوع كده خلاص اقوم مفزوع عامل ايه يقول الناس صلى الله عليه وسلم اذا رأى احدكم في منامي ما يكره فليستعز بالله من شره ولا يحدث ومش عارف ايه بس ساعات بتبقى الرؤية لانه ساعات الناس بتلخبط ما بين كابوس والرؤية يعني في واحد كان بيقولي ان فيه ديك ديك بينقره من كتفه كل ليلة وللأسف الشديد كان ابنه وهو شاب يعني في العشرين بيشرب فشرق فمزقه من كتفه ومات الولد مات فكان مسألة نقر الديك دي مش مش كويس خالص زي واحد كان شايف ان هو شايل ديك وبعدين اديك ويع الكسر للأسف الشديد كان برضو دليل على وفاة ايه فلا انا عايز اقول لكم عليه ان ساعات بيبقى الرؤى هي انزار من الله سبحانه وتعالى خلاص وبعدين ما من حدث يمر بابن ادم وخلي بالك من حيطة دي الا رأاه في منامي ما هو الرؤية دي احد انواع ثلاثة اما ان تكون رؤية تعليمية عربنا عايز علمك حاجة زي الرؤية اللي شافها ايه الملك بتاع سايدنا يوصل اني ارى سبع بقرات سيمانيا كنون سابع نجاف وسبع سمالي تخلون الاخرى ايه يا بساد كات رؤية ايه دي تعليمية في رؤية تانية اسمها رؤية تحذيرية واحد شايف في المنام ان هو ماشي في الشارع ريان ده ايه ده يا تحذير ان هو بيعمل حاجة غلط وربنا هكشفه يلحق يتوب خلاص طي في رؤية تعليمية وفي رؤية تحذيرية وفي رؤية بقى تبشيرية لهم البشرة في الحياة الدولية يقول نبي صلى الله عليه وسلم زهبت النبوات وبقيت المبشرات قالوا من البشرات قال الرؤية الصادقة اراء العبد المنع او ترى لا شفت خير الله ما اجعله خير ها ان طائر يطير ويرتفع الطائر هو انت وكل انسان الزمناه طائره في عنه طب طائر كان فتاع ونزل نزل نزل وقعت على لا ده مشروعك فشل وهكذا فالرؤى لها تأويل رمز يا جماعة في رمز واحد شات في المنام سبع سنبلات خضره واخرى يابسات ها ويأكلون سبع معجاة يعني ايه سنابل وسبع بيأكله ها قالوا لو ادغسوا احلامی لوما تعود اللي احلام على المعالمين مش كده ولا اه które ما يمكن له لعيشوف المنام رؤية لها رموز الرموز يعني ايه انت مطالب بالرموز وانت حي وانت صاحي وأنت نائم اذا بد بالك من العبارة دية انت مطالب بالرموز وانت صاحي وأنت نائم وانت صاحي خلي بالك مني ان قال سنت الخلق اقلام الحق يعني اسمع كده ربنا عايز يقولك ايه شفت منظر إيه حيوان جالك عشان يعمل لك إيه طائر جال لازم دي اسمها إشارات ورموز فالإشارات والرموز تنبه لها وأنت حي وانت صاحي وتتنبه لها وأنت نائي كلام ده كبير كبير قوي حياتنا كلها رموز وإشارات نأخذ هذا على سبيل التفاؤل والحب لا على سبيل التشاؤل يعني أنا فتحت الباب لقيت واحدة معينة كل ما بشوفها بتشائم تحصل مصيبة ثلاثة اللي ينجوا من هنا أحد ها الظن سوء الظن والتشاؤم أو الطائرة وإيه والحسن ممكن يحسد ويتحسن طب إحنا ثلاثة اللي ينجوا من هنا أحد طب العلاج إذا ظننت فلا تحقق سوء الظن والشك ما فيش داعي تتبع كل الشك كده الضاع نفسك إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت أو تشاؤمت فمدي يوم الثلاث بتحصل لي فيه مصيبة والمصحف لأخرج يوم الثلاثة يحصل يعني أي واحد يقول لك لما باجي أقرأ صورة معانا كده في الصورة دي لازم تحصل مصيبة في اليوم ده الناس اللي بتعرى قرآن كل يوم جوز اللي بتعرى قرآن كل يوم جوز يعني مش ناس أي كلام إذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت أو تشاؤمت فمدي البدلة دي لما بيلبس وربنا للبس قل لني يصيبنا إلا ما كتب الله لن طيب وإذا حسدت فلا تبغي والحسد قد تحصده أنت وقد يحصدك غيره تحصده أنت ممكن تحصد نفسك بص على الملايكة الله إيه الأمر ده إيه الجمال ده على طول بطنك وبعد تخش تعمل سهل وتخبص في الحياة مين اللي حسدك أنت حسدت نفسك أو واحدة بصرا يخرب بيتك انت هوات كبيرت وتبقى لازت انت ضيعت الوائد قد يحصده الإنسان ونفسه وقد يحصده ولده واحدة دخل على البيت كده الله هو أكبر هيبقى عندنا مزرعة بقى البيت كله مات والطيور مات يعني لازم كده إيه الحسد ساعات الإنسان يحصده نفسه ويحصده ماله ويحصده طائرة وما يحصدش المال لأصحابه عشان كده لما نشوف حلوه بسم الله ما شاء الله بسم الله حتى الزرع حتى الزرع حتى الشجر حتى السمر بسم الله ما شاء الله ولولا ازدقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله انت راني أنا أقل منك مالا وولدا اوعى شفت منظر جميل بسم الله ما شاء الله ابني بسم الله ما شاء الله بنتي بسم الله ما شاء الله لكن ايه ود الحلوة دي ايه ود تضيحت كده ضيعت اللي معاه فعش تبقى سلاسة اللي ينجوا من هنا ها التشاؤم والطيرة وسوء الظن وإيه كمان والحسد ها إذا تشاؤمت فمضي متخافش قل لني يصابينا وإذا ظننت بلاش الشكل كتير هيضيع ها وإذا حسدت فلا تبغي فلا تبغي يعني إيه ألحق نفسي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله زي الإيه زي وانا بأكل وانا بأكل قبل الأكل أقول إيه بسم الله الرحمن الرحيم طيب نسيت ها بسم الله أولو أخيره صح حتى لو شبعت وقمت الله ده أنا نسيت أسمي يا جدعي هم يا زي واحد في الصيام كده نسي يقول بسم الله الله ما لك صمت وعلى سكرة أفطرت ها هوت لها المغرب أزن وعلى طول شرب وكلوة وفي الأخرة انت مقولش ليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت على سكرة أفطرت قول قول تاني زي واحد عفز لما يعطي السؤول إيه نسي فاللي جنبه بيقوله ها لما تعطي السؤول إيه هم زي واحد كده عطس جنب فقلت له أقول الحمد لله قال لي مرسي طيب يبقى مهم جدا جدا أنك أنت تشمت العاطس طيب نحن نترك يعني مسافة للتأويل يعني أما ربنا يديك رمز في الحياة وانت صاحي في النهار أو يدي لك رمز بليل وانت نايم فكر ربنا بعد ده ليه ده أنا لما واحد بيقرأ القرآن وهو في الأوتوبيس وهو في الشارع في الراديو اسمع الآي اللي جاية دي عشان تقول ربنا جائب لك رسالة إيه الرسالة ربنا عايز يقول هالي ده المؤمن يعني إنما التاني اللي ماشي كده تايه كده ومسك المحمول وصاحي منهم مسك المحمول وبعدين نايم وبعدين أول مصح يفتح المحمول إيه ده يا عم الحاج ده أنت عندك جنان بقى ده أنت تجننت انت كده تجننت سيقولك ابنك تجنن يا حاج طيب لو أنا نايمت غلط حقوب من النوم تكسر يبقى أنا نايم تحت المرواحه عايز تقوم في المرواحه السليم له والله العظيم له والله أنت تقوم في متقت PLAY ظل يا وخي اللي يقولي يا ده أنا بغطى اقلي بالك أنا أنا نايمت تحت المرواحه بس بغطى يا ؟ يا ربنا عايز يعملها ساقا نعملها ساقا على طول لم أكدا عملها شاته على طول فما ينفعش ولا مروحه ولا تكيفه طب عايزين نسمة صغيرة يبقى أقل نسمة بقى على ذات الله veya حاجة وعلى التكييف خمسها وعشرين تمانية وعشرين كده نصف ساعة ولا حاجة أ Medal اطفل ولا ايه لكن ابدأ طول اللي ايه ده احنا عندنا ناس هنا في العمرات هنا ما بيجوش من برة صيع يعني ما بيجوش غير بعد الفجر وبعد الفجر يشغلوا تاكيفات معين بعد الفجر الهوا مالوا الهو جميل جدا والله العظيم الهو بعد الفجر جميل بس الشياطين دول اللي طول لي ايه لصاريين بيعسوا ربنا ها الصيع جايين يشغلوا التكيفات بعد الفجر. هنعمل ايه بقى? اه ده اللوضي حكمته. وبعدين تقول ان الكهرباء. الكهرباء بتخلي المؤمنين يصلوا ويقروا القرآن ويتعبدوا ويذاكروا. لكن كمان الكهرباء مخليها الناس تعصي ربنا. وتفرج في صور علينا. وتفرج وتضيع عمراء على الفاضي. وتيجي دزل الناس في اسئلة بسيطة جدا. انت مش حدش عارف حاجة. يبقى انا بصحة من ام تكسر الجسم. ليه? عندي املاح كتيرة وباكل مانجا. مانجا يا واحدة تكسر الجسم شهر قدام. ده غير بقى انت بتاع فولو طعمية ومانجا وشيبسي والشوكولاتة. ده انت جسمك مهري كده. ده انا مش هلاقي فيك حبطة عظمة سليمة. ولا كتف ولا دار. ولا ركب ولا كعم. يجي لي مريض جسمي متكسر يا دكتور. بتاكل مانجا? اه. شيبسي وشوكولاتة وبس. اه. فولو طعمية اه. ده انت ما خلتش مصيبة لما بتعملها. كل ده ممنوع. نرجع تاني ناكل طبق الشربة طبق السلطة. حت الجبنة صغيرة. ها? سمرت فاكهة. ها? بيضة مسلوس. يعني اي حاجة خفيفة كده ما تعمليش المصيبة دي كلها. بالزبط. في بعض الناس بيجي لها شيطان يجبس على نفسها كأنه خانقها. خلاص? وده للأسف الشديد بيجي للمؤمن والفاجر. يعني ممكن واحد قري القرآن وصلي الفاجر ويجي له النصيبة دي. بس المؤمن بيستغيث بالله لما يجي له كبوس. يعني معد يجي له كبوس بيقرى الفتحة والمعوزتين. وقيت الكرسي. حتى هو الكبوس الشغال. والكبوس الشغال بتقرى الفتحة. وقيت الكرسي. واخر البقرة. وقل له الاحج صورة الاخلاص. قل له الاحج والمعوزتين. قل عزباب بالناس. انا جالي ولد في تالتة كلية في نون جميل يعني. فهو بيقول لي انا بيجي لي كوابس كتير قوي. فقولت له طيب يا اخر ما تقرى المعوزتين قبل ما تنام. في تالتة كلية عنده واحد وعشرين سنة. فهو بعد القعدة كده قال لي المعوزتين دول اللي يوم فيه. قلت له الله اي سوبر ماركت برا عدى على السوبر ماركت هدلك معوزتين. اهو الله العظيم. قلت له السوبر ماركت. ده معوزتين صغيرين كده هم. فهو طبعا مش عارف المعوزتين كل عزباب كل عزباب. احنا عندنا جهالة مطبقة. صورة الاخلاص. فين صورة الاخلاص دي. قل له الله هو احد. ازاي واحد بقول له سيدنا ابو واكل عليه الصلاة تصرف. يا راجل. هو ابو واكل بقى نبي. يد النيل عليه على سين امي. ازا كان واحدة بقول لها جبريل. اه اه علم نبي محمد وهو صغير. هولا ايدي طبعا هو صغير. يعني ازا عيوه عند عشر سنين. يعني لا انا عايز اقول لك عليه بس ان الناس مش فاهمة ان حتى سن النبوة هو سن الكمال. سنة اربعين سنة. والنبي محمد بدأ يتعلم في سن الاربعين عشان يقول لنا يا ولاد اتعلمه. زي السيدة هاجر. السيدة هاجر كانت تسعى بين الصفة والمرأة وتبحث عن الماء صح? ده امر الهي ولا لا? يبقى كل امرأة على وجه الارض تقلق السيدة هاجر فتسعى وتعمل. جلنا مشايخ ليس على المرأة عمل وليس عليها سعي. وليس عليها علم وليس عليها ايه? عليها ايه حاج? امال احنا بنروح نحج. ونسعى بين الصفة والمرأة زي السيدة هاجر. ها? ونطوف. اه? ونرجع ننسى السيدة هاجر وناخد السيدة السنية. طيب ده كلام يا جماعة. ده احنا نيه لو طين علينا على سنيننا السودة. ولك الصفلان بيقول اصف المرأة لا تخرج الا من بطن امها مرة وبعدين تخرج من بطن ابوها وبعدين تروح بيت جزهة. وبعدين تموت نودها المقابل يا رحمك ما نحط على تين ونلع فيها سن. ففي ناس خلل خلل كده. انت بتقابل ناس خلل والعزو بالله. ما ينفعوش عيشوا في صحرا حتى. فالسيدة هاجر تسعة وما كانش عندها الم في المفاصل الم في الركب والمناسبة. الم المفاصل اغلبها وهمي. انا عملت حالة الم مفاصل جابة مليون مشاهد. في واحد في المستشفى ونفاص العين. وبعدين كان عنده غرغرينة. فقطعنا له رجله لغاية الفخر. قطعين رجله لغاية فين? لغاية الفخر. وبعدين السبحاني بسلم عليه. الف سلام عليك يا حاج عملي. قال لي والله طول الليل ما نمت من قلم في صباح رجل كبير. وهو فين صباح رجل كبير? فين صباح رجل كبير? مقطوع. يبقى القلم كان تحته ولا قلم فوق. زي الجماعة اللي بيكلمه في الجنس. ولكنت لما بتشوي من الجهاز وبتشيل حتة من الجهاز. انت ضيعت الجهاز. هو الجنس بيجي في الجهاز ولا فوق. فحاجة نكد يعني هو المرأة تجع وتأكل بأذنية. لكن اذا انت يعني مخك ما بينفعش غير تحت بس انت متخلف. فلا انا عايز اقوله مهمة جدا. انك انت هتبقى عارف ان مصدر الالم فوق. مش تحت. عشان كده انت لو قعدت تتكلم مع نفسك شوية ودي برضو اسمها تمرين. اللي هي التنفس العميق قبل النوم. يعني انت مشاكل كبيرة جدا. ففيه تمرينات اسمها تمرينات قبل النوم. يعني انت تقعد كده مع نفسك وتاخد نفس عميق. وتطلع شهيد. وتفضل تفتكر لايه الاحداث السعيدة اللي عندك. طبعا ما عنديش اي احداث سعيدة بحيات خاصة. فقعد اجيب احداث سعيدة سعيدة. وعد اخد نفس عميق. وبعدين اقرأ قرآن. وبعدين اخد نفس عميق. كل التمرينات. يقول لك تتمطع وتشد نفسك. وبعدين تحط يديك على راسك. وبعدين تقول يا خبت يا خبت يا جيب كده يعني. وكل ده ونبش نام برضا. فانا انا عايز اقول لك حاجة مهمة. ان انت تحاول تعمل التمارين لعلها تنفع. هسنا كل يوم اقرأ كتب يقول لك تحط يدك على ايه? على راسك. وكان زمان لما واحدة تبقى حزينة تربط راسها بايه? بمنديل كده. وكان زمان عندنا تاكس تاكس بعداد. والتاكس اللي مش شغال بيحط فوطة صفرة. فكانت برضو بعد الستات تجيب الفوطة الصفرة وتربط دماغها. على انها ايه? تاكس مش شغال. فالمهم انه حتى وهي ربطة راسها. دليل على الحزن. لكن مع ذلك اهو تمرين. كتب الناس لقول لك خد نفس عميق. اتخيل ان انت بلونة وطايرة في السماء. قعدت تخيل انها بلونة بلونة يعمل. وبعدين يقول لك ايه? خد نفس عميق. او الله انا بقرأ كتاب كده اسمه. خد نفس عميق. وتخيل انك تسبح في الفضاء مع الكون والنجوم. او الله. وبعدين خبطت في الامر واجعت دماغي وقعت على على راس رقبتي. ما علينا. تمرينات. زي تمرينات الصباح. كان زمان يقول لك ايه? ها? جاري في المكان. ها? واحد اتنين تلاتة ها? ارفع ديك ها? تمرينات الوسط ها? انزل اطلع. تمرينات الصباح. تمرينات الصباح دي كان بشتغل في الراديو. او الله. كل اللي في البيت يقوم يعمل تمرينات الصباح. دلوقتي بيقول لك ايه? لماذا تكسر الالام عند النوم? ليه الالم ما بيجيش اللي عند النوم? يعني ساعات مسلا واحنا شباب بنلعب كورة رجلنا تعور. وانت بتجري وتلعب وكمية كورتيزون كتير وادرينالين ما بتحسش بالالم. امتى بقى تحس بالالم? اما تيجي تنام بقى. العضلات تشد عضلي ها? والجرح ايه ايه ده ايه ده كل الالم ده? لان شوية الكورتيزون بتوع النهار خلص. طبعا. الالام النفسية كلها تظهر بالله. ليه كمان? لانك انت ملكش سند ملكش ظهر. ولو كان ليك ظهر كبير وربنا معك يعني. احنا بنقصد بالسند والظهر ربنا يعني. وما يتوقع رايفه او حسبه. فلو كنت واسخ من ربنا اوي وقوي بالله يعني. حتنا. واذا العناية تلاحظتك عيونه ها فانا فالمخاوف كلهن ايه? امان. ده اذا العناية تلاحظتك عيونه ها. انما اذا ربنا كشف عنك الساتر بقى وسابك ملتشا لليه سولي بسواش. اه? ما هو كشف عنك الساتر. لو هو كشف عنك الساتر وما نزلت بساحتي المناية. فلا ارض تقيه ولا سماه. اللي ربنا كشف عنه الساتر مين يحميه? اللي ربنا بتله بمرض مين يشيله? ربنا بس. وان يمسسك الله بضر. فلا كشف الا هو. راجل غني جدا جدا وجاله سرطان. وراح المستشفى. اه? حط الفلسكولاه جنبه كده ورصهه له. تعمل له ايه? ومن نزلت بساحتي المناية فلا ارض تقيه ولا سماه ولا حد يعرف يعمل له حاجة. فلماذا تكسر الالام عند النوم والهموم ايضا? لو انت طول النهار ذاكر لله عز وجل ينفعك ذكرك. ولانت مذكرش ربنا خالص. ده حتى تقول له اقول لا اله الا الله. يعني مكسوب. زي واحدة كده منزلها فيديو. وفي واحد مرة اه اه انا صليت يا جماعة لأول مرة في حياته. فهو صلى لأول مرة في حياته. ونزل بقى بوسته. احنا اي حد بيعمل حاجة دواني. زي واحدة بتعمل محشي تنزل فيديو انها عملت محشي. واحدة بتعمل كفتة تنزل. واحدة دخلت الحمام وعملت صوت جامد اوي فبتنزل برضو ايه? فيديو النهار ده عمل الصوت جامد اوي. فطبعا كل الكلام ده اول ما يصحش يعني. مش كده ولا ايه? والرسول قال النوم والطعام عورة تاني فاستروهما. يعني مش ضروري ان انا اعمل اكل وفرجوا على الناس كلها. ده تسمم كده. ممكن ربني اعدالك مرة اتنين بس بعد كده ما ينفعش. طب وجماعة اللي بيعملوا اكل للناس الشيف. في بعض القناوات تقالب القناة دي تلاقي بيعملوا اكل. القناة دي يعملوا الاكل ده مش للاكل يا جماعة. احنا بعد ما بنعمل اكل والشيف بيخلص بيأكلوه الجماعة بتوع للستوديو. طبعا بيقولهم مغسوا اسهالوا. بس هم بيقوا فرحانين. انما الاكل الحقيقي لا يكشف. زي الملابس الدخلية كده. الملابس الدخلية المفروض ان احنا لما بنيجي ننشر الغسيل. فبننشر طويلة. ونخلي الملابس الدخلية ايه? لجوه. ده الناس المحترم. تاب ولي مش محترم. قليل الادب المترباش. يقوم يخلي الملابس الدخلية برا. ده متخلف. ده غبي. بس احنا نعلم الناس الصحف ايه? اذا كانت الام غبية والست غبية. مش عارفة تقول البيت تنشر الغسيل ازاي? فلما نيجي ننشر غسيل بننشر الملايات والحاجات الطويلة والجلاليب ونخلي الحاجات الدخلية ايه? لجوه. لا فيه ناس بتعمل زي ايه? مبنيجي نصمم مبنى. ها? نعمل الحمامات في وش العمارة ولا نخلي الحمامات لجوه? فيه ناس متخلفة عقلية نحط الحمامات في مدخل العمارة. لا 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 احنا في زمن جميع. وتلاقي العمارة مش عاملة مهندسة. عاملة مقاول. يقول لها نخلي الحمام قريب من الشارع عشان ما ما نطورش المواسير. تقولش المواسير يا غبي. اللي انا عايز اقوله لك انه احنا فيه اشياء زي مثلا ايه? كان زمان بعض الناس احنا نسبة طلاق زادت عندنا قوي. ليه بقى? كان زمان بنسطر التنجيد ونسطر الهدوم الدخلية وكده. لكن جالنا ناس صفهاء والعزو بالله. عايزين ينجدوا مرتبتين ومخدتين وبتاع. يعملوا فرح ويلموا من ناس الملايات ويلموا من ناس الهدوم وبتاعه يعملوا فرح عشان يوروا الناس الفضيحة. انت ورتني المرتبة والمخدة والهدوم الدخلية. ناقص توريني ايه? ناقص توريني العروسة بقى كده يعني ملط كده وتوريني ينفع كده. في حاجات يجب ان تستر. زمان في البلاد كانت العروسة ما حاجة شوفها خالص ده بيغطوها كانوا بيعدوها من سطح لسطح عشان ما حاجة شوفها عشان ما حاجة شوفها. والله العظيم كانوا بيعدوا العروسة من اسطح البيوت عشان تروح لبيت عريسة ما تعدش على اي حد ولا حد يشوف. انما احنا عندنا طبعا جزم العريس ياخد العروسة الاول على الكوافير. الكوافير ده اللي هو حلاق النساء. بعد الحلاق او بعد الكوافير تطلع بقى على الاستوديو. اصيحنا عندنا ازمة. ما كل واحد دلوقتي معها محمول وممكن تصارب. لا تروح للستوديو بقى عشان نعمل صورة ضخمة كده. وانت داخل تلاقي واحدة حادث لك صورة كده. مين يعمل انا وامراتي. طيب هتجيب هتوعد معنا احسن. فيبعني يعني ما ينفعش. ما ينفعش. دي مراتك دي لك انت لوحدك مش لك انت واصحابك. وبعدين ما ينفعش وعد محترم. قال له تعالي سليم على اصحابي. تعالي ده الحبيبي. حبيبك ايه حاج. احنا مش هنأكل سوا ما ينفعش. فالمفروض ان فيه اشياء واحنا ماشيين بقى وبعد التصوير نطلع بقى على الحفلة. الحفلة فين مش عارف فين وفين وبعد الحفلة هنطلع بقى على نقضي اسبوع واسبوعين مش عارف ايه ده? ايه الطين ده? ايه الحزن النكد اللي احنا فيه ده? وبعد اسبوعين اتطلقت ورأت عند ابوها. والهلمة اللي عملناها والفضيحة. مئتين وثلاثين الف حالة اتطلقة في عشرين عشرين في مصر. مئتين وثلاثين الف حالة. ما لو ما اتجاوزوا كان. يعني هما تلاتين سنة قبلها. نعم. ما فيه حاجات كده يجب ان تسطر. السطر حل. طيب. التهابات الرجبتين والشد العضل يواق وكل ده. وانت نايم. ليه كده? مفروض ان انا ونايم بقى اعمل ايه? تدليق صغير كده وضوء جميل. شوية تدليق البوساط. شوية ذكر الله عز وجل. ده يهدى. لما المخ يهدى والتفكير يهدى كل العضلات تبقى حفظة. وتحكم. الحلقة بتاعة تحليل السائل المنوي او تجميل السائل المنوي والله العظيم قلنا فيها احكام جميلة جدا. قلنا فيها تحليل السائل المنوي. وقلنا فيها الاحكام يعني مزي يعني مني ومعني ودي. وقلنا التجارب بتاعة تجميل السائل المنوي ليه ليه انت عملتها كده. وقلنا مقارنة ما بين آآ السائل المنوي في جسم الراجل يقعد 14 اليوم في جسم مرأة من ثلاثة ربعة ايام لو حطيته قنبوة اختبار عشان تختبره كميش ساعتين ثلاثة. نتكلمنا على آآ هل يختلط السائل المنوي بالدم بالبول بالصديد والبرستاطة. هل البرستاطة ممكن تموت السائل المنوي? هل يطلعوا عندي افرازات والالتهابات في اي حتة بجسمي? ممكن تيجي في البرستاطة في تموت الحانوات المنوية? شرحنا دا والله كله. والسائل المنوي المخزن.سائل لم يجبن كده وانت مسافر. المت الحانوات المنوية كلها. كده? ولا ايه? وتكلمنا كمان على لماذا لا يحدث حمل في بعض حالات السفر طويل. وتكلمنا كمان لماذا يحدث ان الراحم يقتل هذه الحانوات المنوية؟ ليه بيقتلها؟ تاكمنا كل ده في الحلقة بتاعة ايه؟ بتاعة الحانوات المنوية. عاوز اقول لكم وانحنا بنتكلم على بعض الحاجات في البيت النهاردة الناس خايفة من الوباء والوباء في بعض الدول بيزداد لدرجة ان في ناس خايفة ومرعوبة انه ما يبقاش فيه عم دراس كمان لان لو حالات الاصابة بالوباء زادت لازم شديد هيبقى فيه مدارس وفيجا ما يزداد فيها اي حاجة فاحنا كل امالنا في الله عز وجل ان الحالات تقل الحالات تقل طب تقل ازاي عندي لمون وعندي بصل وعندي خل وعندي توم وكتر حاجة طبعية ونام بدري وبعد المعطة يبقى منعتي انا والذي قوية كان زمان كان فيه مسلسل اسم الوتد وبعدين الست لقتين فيه وباء كولرا وبتاع عملت ايه جابت بصل وتوم وهو وبدأت تدي الولايات كلهم بصل وتوم كل يوم وجالهم مناعة من الكولرا منع من الوباء يا جماعة اقول لكم ولا حاجة غريبة لما بيبقى عندنا طيور بط ووزوا بن ربي فراخ وكذا وكذا بنجيب حتة مر او صبر والله العظيم مر او صبر ونحطها في نجان صغير كده وندوبها ونمسك الفراخ والبط والوز وكذا والحمام ونحط له بحتة بقطعة كده وماشي نقطتين على الانف والفم ونقطتين على الكواكة او الشرج كده عملنا وتطعيم والله العظيم ده بيحصل تطعيم شو بتطعيم عمل ازاي ان انت بتحصنه من مدخل الجهاز الهضمي والتنفسي الى المخرج الى الكلواكة فلا انا عايز اقول لك عليه هل احنا قلنا الكلام ده او الله يقولنا ان فيه مشروب الخماسي ارفة وقرومفل ها والبندكر وبر بطارق وروين ما علاقة منه على معلقة عصر ثلاث مرات في اليوم عملت اعلى منع في العالم ها نص لامونة او لامونة باشراء على كباية ماء سخنة او نص معلقة قهوة او ارفة موسكا فيه عندي التهابات في الثاني واثناني حتة ارفة والله العظيم ارفع ايدان حتة ارفة ايدان حطها على مكان الالم هنا او هنا عندي خراريج عند التهابات السبحية تطلح سليمة بازن الله مهم جدا جدا يبقى عندي وقاية من الوباء لو احنا عملنا وقاية ومنع لولادنا وبناتنا يعني مثلا مثلا اللمون نقطة اللمون بس ما تكترش عشان احنا نقضى او قشرة لمونة في اي حاجة سفر شاي ينسون حلبة ارفة هنسك شريعة لمون متعصرهاش متعصرهاش طيب لو انا مثلا جيت عندي اه شاكك في حاجة انا ممكن امسك نقطتين خل اضيفهم لماء الشرب بتاع الدواجر عندي فراخ عندي حمام نقطتين خل على الماء ودايما تخسل الاواني بتاع الشرب بتاع الفراخ وبتاع الحمام تخسلها كل يوم مش تجدد ماء تخسلها اخسل اواني الشرب فراخ حمام عصافير بط اخسل الاواني الشرب وحط على نقطتين خل ممكن اضيف قطرات من عصير من الخل او نقطتين لمون على ايه على اي خضار عندي اي خضار لوبيا فاصوليا اه جرجير ملوخية خبيزة اي خضار عندي بقدونس جرجير وانا بخسله نقطتين من الخل او نقطتين عصير لاثار المبيدات عملت ازالة لاثار الجرسيم والديدان نقطتين يعني مش احط على الغسيل كباية خل نقطتين ملو الغطى طيب يضاف قطرات الخل او اللمون لغسيل الخضروات والفاكه حتى تنقيها من اثار المبيدات والجرسيم وديدان ممكن احط نقطة من الخل او نقطة من الليمون واعملها مضمضة وغرغرة للحلق والفم وانا قلتلك لو انا عندي منخيري تعبانة بجيب كباية مياه سخنة واجيب معلقة من ملح الطعام ملح الطعام وقلبها وبالشفاط بخسل منخيري مرتين ثلاثة وقبل النوم لازم تخسل منخيرك بالنوم وتأكد ان منخيرك ايه سالك ولما تيجي تنف من فضلك لما تيجي تنف تنف من واحدة وتسد التاني وبعدين تنف من واحدة وتسد التاني اوعد تنف من الاثنين مع بعض وإلا الودان انت بوسته ممكن قوي قوي اخد نقطتين من الليمون او الخل واعمل بهم غرغرة غرغرة للبلغم او لالتهاب الحلق ممكن كمان احط حتة ارفة خشب ارفة خشب على يمين الفم وشمال الفم دي تعالج لالتهاب الحلق تعالج لالتهاب الانف ودي يعني بصراحة انا اتعلنتهم بعض المرضى تقولك انا زوري مخنوق مش قادر اخد نفسي اجري اراح ااخد حتة ارفة عيدان احطها واحدة يمين واحدة شمال منخير تسلكت والدنيا حلوة وقلم السنان راحة صدق دي انا كنت بعمل قبل كده ايه فص قرنفل بس طلع ان فص القرنفل جميل جدا جدا بس مع بعض الناس بيوطي الضغط بيخليهم درواحة فانا بجمع الخيرين بجيب فص قرنفل مع ها مع الارفة ارفعدان وممكن حتة لبان ذكر ان تكملت الموضوع يعني انا لسه من من اسبوع مثلا عندي قلم شديد جدا جدا جبت حتة ارفعدان حطيتها ها وفص قرنفل ولو عندك شوية بونك اقتل خيرك والله العظيم تلاتة اربعة ساعة تصير الصبحية لقيت الصديد الصديد متجمع على حتة الارفة وحتة لبان الدك صديد وتخلصت من القلم لان طول ما الصديد محبوس طول ما الصديد محبوس حيموتك واحنا خدنا قاعدة في الطب اي خراج مليان لازم يتفضل اي بس اتماس دريم طيب اه مهم جدا جدنك تاخد معلقة تخلى على معلقة عسل على معلقة زيت زتون لو انت عندك امساك شديد معلقة عسل نحن معلقة زيت زتون معلقة تخلى عريه كل يوم هينضف المسرن تماما على بال ما تتوضى وتصلي ركعتين وتيجي تاكل تكون الدينة معلقة خل بتاع البيت ومعلقة عسل نحن عادي بتاعنا ومعلقة زيت زتون سهلين قبل الايه قبل الفطاب ممكن احط على الصلطة بتاعتي نقطتين لمون نقطتين خل نقطتين زيت وبكرر تاني تحط على الصلطة نقطتين زيت ليه ليه لان انا عندي فيتامينات زائبة في الدهون او الزيوت اسمها الاديك دول تمتصهم احسن لو فيه نقطتين زيت على الصلطة والصلطة تتعمل اخر حاجة فيه ناس بتعمل الصلطة من بالليل تاكلها الصبح ما اريدش ربينا الصلطة تتعمل اخر حاجة ممكن احط اللمون على الخل على الكمون على قشر لمون ومية سخنة اسمها ايه دي تاني احط مية سخنة على قشر لمون على فصتهم على شوية كمون على نقطتين خل اسمها ايه دي دقة الدقة دي اعملها للسمك اعملها للفتة اعملها للفرق اعملها لأي حاجة انا شخصيا بحب الدقة دي جنبي سمك مقلي سمك مهري سمك ماش والجن الازرق بجيب السمك احطها في الدقة طلعت منها الريحة الزفارة طلعت منها السموم والريحة الوحشة وطلعت منها الامراض ايه رأيكم طبعا لو انت عاوز حاجة مفيدة يبقى انت بتحط نقطتين خل نقطتين خل على اللحمة ايه منوعي انا شفت ناس نقعة لحمة وفرق وحطها في التلاج عشان اعملها الصبت لازم حط عليها خل نقطتين خل ونقطتين لمون وإلا احصلها تحلل وديناتوريشن واحصلها ريحة وحشة طيب اخر حاجة انا قلت ان لو عندي مشكلة في الجلد بجيب معلقة خل ومعلقة زيت زتون او ربع كوباية خل وخل البيت وربع كوباية زيت زتون وممكن اعمل حاجة احلى من كده ان انا اجيب اللامونة احطها باشراها في نصف كوباية خل ها واسبها كده ست سبع ساعات الصبحية احطها على نصف كوباية زيت زتون وادهن الجلد اسرع علاج للهرش اسرع علاج لو عندي حزاب ناري اسرع علاج للبهاء للصدفية لو في اي مشكلة في الجلد بس انا ما بعالجش الجلد الا ما بعالج من جوه يبقى لازم طبقة صلتة خضرة خاصة وجرجير وجزر وبصل قبل اي اكل ولازم كوباية زبادة على ربع معاناة خلية كل الكلام الجميل ده مهم اول طيب برضو لازم ما ننساش ان احنا فتحنا كذا موضوع الموضوع الاولاني هو موضوع زراعة الاسطح وقلنا يا جماعة ان احنا نزرع سطح البيت وجبنا الناس وزعنا كذا حلقة على الناس اللي بتزرع لكن دلوقتي احنا مركزين احلى من زراعة الاسطح نزرع المدارس نزرع المستشفيات نزرع الانبية ها نزرع ايه تاني يعني في اماكن محدودة نفسنا نزرع الطرق يعني الحمد لله الدولة قامت بعمل طرق رائعة طرق كبيرة جدا بس الطرق دي محتاجة زرع الطرق دي محتاجة دورات مانا على الطريق الطرق دي محتاجة لوحات ارشادية الناس بتتوه الطرق دي محتاجة انارة جميل ان انت عمل طريق بس الطريق دي عايز ايه الطريق دي عايز ايه عايز انارة علامات ارشادية عاوز ايه عاوز زرع ها عاوز خدمات استراحات بنزينة لكن اععد نصف ساعة ساعة ماشي على الطريق ما فيش حد يقول صلى على النبي وتوف والف وارجع تاني وتوف والف وارجع تاني ده جميل جدا اللي انت عملته بس الاجمل انك تكمل جميلة فدلوقتي بنقول ان احنا ان شاء الله هنفتح باب التطوع والشباب اللي عاوز يزرع ازرع شجرة لان دي حد دخلك الجنة النبي عليه السلام قال اذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيلة نخلص غير نستعني يا غريسة فالغريسة ازرع ازرع بقدوني سجرجير وخصه وطماطم ازرع ازرع في بيتك ازرع في البلكونة ازرع في المنور ازرع في سطوع لو بتحب ربنا ازرع اقسم بالله ما من انسان يزرع وزرزع او يغرس وغرس فيها كل منه طير او انسان او بهيمة الا كتب لو بيه ازرع كلنا نزرع ونعلم ولادنا الصغيرين ازاي ازرعهم كنا زمان في المدرسة الابتدائي كل واحد فينا لازم يروح للمدرسة ومع ايه ومع زرع اللي زرع القطن حلبة واللي زرع امش واللي زرع دورة وكل واحد ويجينا مثلا شهر مارس شهر الربيع كل واحد فينا يجيب زرع عندنا في المدرسة في احتفالات الربيع تلاقي كل فاصل امطلع الزرع اللي عميه الزرع ده الحياة وانا اذا ضاقت علي الارض الزراعية فانا عندي سطح بيتي وبالكنتي وعندي المنور بتاعي ولو الشرع بتاعي في مسافات ولو عندي خرابات نزرع ممكن نزرع الخرابات والله يعني مش عايز اقول فيها حياة باسمها بعينها تلف كده تلاقي الحي عمارة خرابة عمارة خرابة اول العظيم مع كورنيش عني لهم عمارة خرابة عمارة خرابة تم نزرع الخرابات دي فطبعا الزرع ده مطلوب طبعا جمعات خيرية وان شاء الله اه هنقولكو احنا عملنا ايه مع الجماعة الخرابة ومع المدارس وكلمنا على العلاج باليراقات طبعا اخواننا الباحثين ناس افاضل وكرام وان شاء الله هنقولكو على المشروع بتاع العلاج باليراقات بنكمل كلامنا واحنا طالبين اطباء مساعدين حبايب اطباء معمل اللي بيحب الدكتور جودة يتصل بيه وطبعا في مشروعات كتير جدا هنعملها لكن مش عاوزين ناسبغي الاحداث ان شاء الله يمكن في الاتنين الجاي نقدم مشروع علاجي حلو او عن او دي او او حاجة جميلة جدا يعني لو كل مرة هنقدم علاج جديد دي حاجة جميلة جدا يعني كفاية علي ان انا بقدم حاجات بسيطة وسهلة ورخيصة والناس كلها بتعمل وبكرر انا ما عنديش لمصانع ولا محلات ولا مشترك مع شركات ولا اي حاجة انا كل ده عندي واحد وستين سنة بقول لنا يا سيا جماعة خدوا والتوم والبصل والحاجات الحلوة دي والكركة دي والقرنفل حاجات جميلة في البيت عندك ده ما يزعلش حد ولا ايه لكن انا بعمل كزا وفلان يقول لك ده مقوي جنسي واحد يقول لك الدكتور جودة وصورته ايه وبعدين يبيع مركب جنسي ياخد الراجل منه حباية نيل على الرعاية مركزة وقول لك الدكتور جودة عاملش كده انا عاملش كده دي مسئولية الناس اصحاب وانا تلتقى الله في الناس لانه نحن لا ندوي احدا باشياء صعبة انا يعني النهاردة يعني اسم اذا كنت قطلت عليكم لكن كالنفسي بس اقول لك على موضوع النوم واداب النوم والكوابيس هل يطر انت بتنام صح ولا غلط هو ده كان عنوان حلقتنا النهاردة يطر انت بتنام صح ولا غلط ولا عارف انك بتنام صح ولا غلط اقعد نم على بطنك اقعد نمع عريان ها اوعى اتنام تحت مرواحي وتكييف اوعى بعد البلوغ بعد سن خمشان سنعم جنب امك او اختك او خالتك ما ينفعش احفظه الله احفظ الله احفظك احفظ عورتك قلتلك الراجل اللي قال للنبي انا عايش لوحدي واقعد لوحدي يمكن ابقى فريه كده وقبى عريان قال له الله وحقه ان تستحي منه اتكسف وبعدين لو انا قعد لوحدي يا صلي عريان انت بتقول السلام عليكم ورحمة الله بالسلام على مين حضرتك على الملايك مش كده اقول لي ايه ولا انت قعد لوحدك يا لو واحد قعد لوحد وصل عريان والعورة تنكشف صلاتك باطلة ولا تنسى الصلاة السرية والجهرية الصلاة السرية زي الضهر والعصر منفعش ارفع صوت الراجل والامرأة وفي صلاة جهرية زي الصبح والمغرب والعشر لازم ارفع صوت وهي لو صلت الجهرية السرة المرفعش صوتي اسجد سجدتين سجدتش ما انت لو عملت الضهر زي العصر كل صلاتك باطلة حتى لو بتصلي بالك اربعين سنة كل صلاتك باطلة هناك فرق ما بين الصلاة السرية الضهر والعصر والجهرية الصبح ومغرب وعشر ويهي لا بقى لو بتصلي من غير اقامة تخشي بعد الله هو اكبر بتصلي ايه العشاء ما لازم اقول عشاء الله هو اكبر الله اكبر اشهد والله الى الى الاشتراه الحمد للسول الله حي على الصلاة حيا الفلاح قد قام السلاة اخطانه صلى الله وكبر الله اكبر اللي اسمها ايه اقام الصلاة لو ما عمرش كده بقت الفريدة سنة كده انت عبيت واهبل فمهم جدا انك تبقى عامرف ان فيه اقامة للفريدة وإلا بقت ايه سنة وعرف ان فيه حاجة اسمها الصلاة السرية وجهرية ده غير بقى بقى اداب الصلاة خلينا بس مع دول وكل يوم هنقرى جزء القرآن يا رب يا رب نقرى جزء القرآن يا رب ويدخل القرآن قلوبنا ونعيد تاني شبابنا يا حسن كده الشباب الفجر هيضيع الدنيا شكرا لحسن سامعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحسن